في يوم ختامي مليء بالإثارة والندية توجى البريطاني جيمس رايس بلقب الرجل الحديدي في بطولة سباق بلدي الضفار الرجل الحديدي 70.3 فيما توجت الألمانية سيمون بالمركز الأول عن فئة النساء البطولة كانت رائعة الطرق كانت مناسبة لمنافسة ولم نعاني في سباق السباحة كثيرا ومسارات الدرجات كانت مثالية صلال مدينة رائعة لمارسة الرياضات المختلفة واجتمل سباق الرجل الحديدي على ثلاث رياضات بمسافات متعددة بدأ بمرحلة السباحة ثم ركوب الدرجات الهوائية وانتهاءا بسباق الجري فعالية الرجل الحديدي هذه السنة نظمناها مرة أخرى ضمن فعاليات صرب الضفار وهي استمرار للعديد من الفعاليات التي تم تنفيذها في موسم الصرب وكما أشير له سابقا نحن نركز على الفعاليات العالمية بهدف استضافتها في المحافظة منه ترويق للمحافظة وتسويق والتعريف بمقومات هذه المحافظة الطبيعية وغيرها النقاح اليوم في هذه البطولة يختلف عن النقاحات السابقة لأنه ضاف أعداد أخرى كبيرة أعداد أخرى زادت هذا العام في هذا التنافس اليوم سلطنة أمان حققت المركز الأول في هذه الفعالية وعلى مستوى الفرق المختلطة حصد فريق آيرون فورست المركز الأول بينما حصل المتسابق الكوتي مبارك الجمعة على المركز الثاني عن الفئات العمرية المركز اللي حققناه هو مركز الأول في فئة الميكس وكانت مشاركة جميلة جدا وكانت تقربة جميلة وكانت أول تقربة لي وحققنا بمركز الأول الحمد لله وتنظيم صراحة كان شيء رائع يعني قدا مشاركة الثانية بمسابقة نصف الرجل الحديدي وهي عبارة عن سباحة كيلو تسعمية بالبحر وتليها دراجة هوائية تسعين كيلو وبالختام جيري واحد وعشرين كيلو الأمانة التنظيم كان جدا جميل أجواء فيها شوية حرورة نحن آئين من الكويت شوية جو أبرد ومطار ستعاش بس الأجمل كانت بتسامة أخوانا العمانيين من بداية السباق لنهايتها وأصبحت بطولة الرجل الحديدي حدثا رياضيا بارزا وفق المشاركين وتعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز الثقافة الرياضية حسين بن مسلم جعبوب ولاية صلالة محافظة الضفار